السلام عليكم وبركاته. سعيدة بلقائكم وعشر مباركة بصحة والعافية. اليوم سنجهز مع بعضنا كيك غير كل كيكات اللي سبقه. رائع جدا دون دقيقة ابيض. روعة المضاق والشكل لا تقاوم سراحة. تابعوا معي الفيديو حتى الاخير. وضعوا لايك. شاركوا من الاحباب والاصدقاء. وتابعوا التفاصيل بادقها. باش ان شاء الله ينجح معكم الكيك ويجي ارائع كما تشوفوا في الصور ان شاء الله بالعالمين. بسم الله على بركة اللي هنحتاجوا الكيك دينا. ان شاء الله بالعالمين. وحط لزاق ديال البيضات اللي هنوضعوهم في واحد الاناء ديال العمل. يكونوا ثلاث البيضات تارش حوارة المطبخ. الحجم ديالهم او الوزن ديالهم ميوتنين وخمسين جرام. ثم هنضيفوا لهم خبزة تميل حكا العادة. سبعة جرام سكر فانيليا. وغنضيف لهم مئة وعشرة جرام سكر حبيبات. غنضرب الكل بطبع يدوي او بفوي. حتى غادي انساجم السكر مع البيض. تقريبا يدوب. ثم غنضيف زيت المائدة. بالنسبة لزيت المائدة ستين ميلي ليلتر ديال زيت المائدة. من كترين جزيت بزاف. هاد الكيك. غيشي كيك زوين بزاف. وصحي. ثم هنضيف حليب بودر. غنضيف ستو عشرين جرام ديال حليب بودر. ثم غنضيف هنيا المربع ديالجازر هنخليكم طريقة ديال تحضير دياله في صندوق. الوصف ره رائع وسهل جدا في التحضير دياله. بالنسبة المربع فاضفت اه كان اعتدر اضفت ستين جرام ديال مربع. ثم غنضيف قليل من عصير الحامض. بالنسبة على العصير فالكمية تكون بسيطة. نقول لكم بالضبط اللي قرامة تحضر. الثلاثر ميلي لتر ديال العصير ديال دقيق القرح الكامل من خلالة او الردة لياسميكا نستعمل الدقيق الكامل 180 جرام نضيفها تدريجيا ثم نضيف 10 جرام فقط 10 جرام يعني كيس و 4 كيس و 4 كيس في 8 جرام فنضيف 4 كيس اخر ثم نخلط الكل جيدا ونقسم الخليط سوف نضيفه بشكلين سوف نضيف كمية بالكاكاو مور اسود سوف نضيف الاسود ولكن الاسود سوف يعطينا اللون باهر و باين من الأفضل الاسود 15 جرام كاكاو مور سوف نضيفه ثم نخلط جيدا كيف تشوفه معي سوف نضيف واحد القالب القالب مالافضل استعمله لانتو مستعملوا الشكل اللي بغيتو ولكن غريزو بنا بزاة الشكل اللي مستطيل الشكل اللي نستعمله للطاست دهانتو بزوب ده ما رشيتوش بدقيق رشيتو بالسمسم في الجواني بالوسط رشيتو باللوز اللي ما محمش وكان بدك ناخد الخليط الابيض هو اللول وكان جيب مع العقة ديال الطعام وكان بدك نوضع كيكي تشوفو ثلاثة ديال المرات كان وضع دائرة في دائرة في دائرة ثم نبدأ نوضع فوق منها الخليط البني او الخليط الاسود بشكل موضح معكم ونستمر حتى نكمل الخليط اللي عندي كامل كيجي شكل ديالها جدا رائع وكتجي زوينة بزيف وكتجي متميزة ومختلفة صعيب بالشخص اللي كياكلها يعرف من ناش مصوبة اصلا كيجي في واحد المضاق رائع سوف يكمل بنفس طرق كيجي يقول لكم طبقات وراء بعضها حتى نكمل الخليط اللي عندي كامل فورن كان يكون سخنته على 180 درجة من الاسفل فقط كان سخنه جيدا ثم كان ندخل الكيك ديالي في الواسط وكان نقص ندخل كيك ديالي 180 درجة من 4 ساعة حتى 20 دقيقة نطلع عليه بل يطلع كيك ديالي غا نقص ل 170 درجة من داخل جيدا شوفوا هنا مازال ما طابت شركة نوريكم هنا كتشوفوا في واحد عود شواء ما زال ما استوى من الداخل سوف تكمل استواء ديالها اخذت اللون رائع الذهبي من الفوق واخذها كذلك من الاسفل سوف نخرج الكيك ديالي يجب ان تكون مفرقة ومفرقة كيك ديالية رائع جدا وطيبة وددة وشيشة وفيها قاعدة كيك ديالي تحبه سوف نضع الكيك ديالنا يبرد ونقلبوه فوق واحدة ونضعه يبرد ثم نقطعه مع بعضنا لنرى القوام دياله من الداخل والشكل الرائع ومهر من الداخل كذلك هذا الكيك ديالي في ذكر المولد النبوي سيعجبكم بزاف كيك ديالي سوف نضع المواد من السكر وضع الزيت وباقي المواد فأكلها جيدة دقيق قرح كامل يعني تفكره مرامة من الناس لن يكلون دقيق الأبيض نضع لهم وصفات نضع وصفات متنوعة للكل كيك ديالي كيك ديال يوم يعجبكم انا اكيد سوف يدهج القوام دياله فقط تبع المقادير ونصائح وان شاء الله سوف نقطع كيك ديالنا ونشوفه مع بعضنا كيك ديالي ونقدمه مع كأس شاي او فنجان قهوة ونتمنى لكم ذكرى مولد نبوي شريف مباركة بصحيحة والسلامة او طول العمر شاركوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء على موقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا شمال لايك هذا المحتوى في سبيل الله دون اعلانات كنتمنى انكم ان شاء الله تشاركوا بكثرة على موقع التواصل الاجتماعي شكرا لحسن المتابعة الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله مع السلامة تحياتي موسيقى